الفيلم اللي اتأخر كم سنة يا بل حج 14 سنة من بعد الجزء الاول اللي اتعمل سنة 2009 واللي بعد ما اتعمل ونجح وحطم كل الارقام القياسية وكل المقاييس الفنية والامور الفضيعة دي كلها خرج جيمس كاميرون وقرر ان في اجزاء تالية في الاول الجزئين بعد كده قال اربعة والموضوع وسع منه وحاجات زي كده في الاول كان الريليس ديت بتاعه او موعد الاصدار بتاعه 2014-2015 وبعد كده اتزقل غاية 2022 لما اتعمل وبعدين رجع قال الفيلم ده ينجح فمن فضلكم اعملولي الجان وشبحولي علشان الفيلم يكسر الدنيا علشان نكمل الافلام اللي بعده واقلا حنكتفي بالثلاثية ليه نكتفي بالثلاثية؟ لان الجزء التالت يعتبر البرينسب الفوتوجرافي ده لو ينفع نقوله اللي هو تصوير الرئيسي بتاعه تم اتمامه بالفعل والامور دلوقتي في التراك وانا طالع النهاردة او جاي النهاردة عشان اسمع كلام عمي جيمس كاميرون واشبح له الفيلم فيلم بيحكي عن ايه؟ عم جيك صالي دلوقتي بقى خلاص نافي بالكامل وعايش في القبيلة بتاعتها ودي معلومة كنتش ااخد بالي منها أنا كنت متخيل ان كل النافي زي بعض بس الفيلم ده بيقدم لنا مفهوم جديد وبقى له عشر سنين عايش في سلام واصبح عنده اولاد بقى عنده ولدين بنت وتبنى بنت وتبنى طفل بشري وعايشين في امان وفي حالة كويسة لغاية لما الناس بتوع الارض بيعودوا مرة اخرى المرة دي مش بهدف التعدين عن المعدن او عن الامر اللي هما بيدوروا عليه ده ولكن بهدف خلق بيئة استعمارية لنقل سكان الارض لكوكب بندورة فبتحصل مواجهات وبتحصل مناوشات خصوصا وان هذه الحملة بيقودها كولونال كوارتش اللي هو نفس الشرير بتاع الفيلم اللي فات ولكن في شكل افاتار المواجهات ديات بتجبر جيك صلي ونيتري ان هما يبعدوا نفسهم عن الاماتيكايا علشان بقى وتواجدهم معهم بقى خطر وبينطلقوا اللي موجود في عنوان الفيلم اللي هو The Way of the Water الحياة المائية ولقبيلة تانية اسمها متكاينة بتعتمد اكتر على البحر وعلى المحيط تنطلق من هنا لان المتردات مستمرة والثقر اللي ما بين الشخصيتين بتاعنا في اكثر صور وحدة انا عاوز ابتدي بالكلام للناس اللي ما شافتش الفيلم اللي لسه مترددة وعندكم حق جدا ان تكونوا مترددين لان انا شخصيا شفت الفيلم متأخر كنت متوتر او متردد في اني عايز اتفرج عليه ولا لا انا بحب اخش السينما بالنهار تقعد تلت يام تقريبا اصحى اصبت المنبه واقوم وبعدين فتح عيني هل حنزل دلوقتي روح للسينما ولا حعمل ايه وبعدين ارجع في رأيي بصراحة اللي هو نظام لها النوم اجدع وبتاع لغاية لما تشجعت في الاخر وبعدين قمت ودخلت الفيلم فالنصيحة الاولى ما تترددوش زي الفيلم حلو جدا 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 حتى انا كنت من كامي يوم كنت على ستريم جامل عملت فقرة كوميديا كده اللي هي اللي الناس مستنين ايه من فيلم زي ده يلا بينا نهبد اي كلمتين وخلاص وروح تقيل اللي كل الناس متوقعة ودلوقتي بقول لكم ان الهبد اللي انا هبدته ده غلط مع ان كتير اوي بنقض افلام من غير ما شوفها وبيطلع الكلام بتاعي سليم بس المرة دي الكلام بتاعي مش سليم لان انا حملت حاجات على التجربة البصرية وروعتها وكلام زي ده واللي شفته احسن من اللي انا كنت متوقعه واستهنت بالقصة وقلت انها نمطية وبسيطة وحاجات زي دي واللي شفته احسن بكتير من اللي كنت متوقعه والحقيقة انا مش متفاهم ليه في حالة اتفاق عام على ان القصة بتاعت الفيلم ضعيفة انا شايف ان القصة بتاعت الفيلم حلوة جدا في الحقيقة حلوة اوي كمان اعلى بكتير من اللي كنت متوقعه يعني لو احنا هنعايب على خطوط القصة بتاعت الفيلم ده يبقى لازم نعايب على خطوط القصة بتاعت كل الملاحم صاحبة الأجزاء التلاتة اللي فيها جزء من الخيال أو جزء من الخرافة بما فيها كل أفلام السوبر هيروز وبما فيها ثلاثية بلانت أوف دي إيبس لأننا شايف أن القصة دي على مستوى التفاصيل بتاعتها تعطي الجزء التاني بالأخص تحمل الثقل اللي موجود في ثلاثية بلانت أوف دي إيبس وعلى فكرة دوت ليه سر لأن كتاب ثلاثية بلانت أوف دي إيبس ريت جافا وأماندا سولفر هما اللي مشاركين في كتابة الفيلم دوت مع جيمس كاميرا ده منعكس يعني ما عرفش الناس اللي شافت الفيلم وهي بتتفرج ممكن تحس بشكل سريع قوي أن فيه تشابه أن الموضوع فيه حاجة في الأحداث أنا شفت فيلم زي ده قبل كده في بعض النواحي بتاعته وبتاع فده سر الخلطة سر التشابه ده أو الموضوع ده البناء بتاع القصة أو تقدمها في الأول خلاني خايف جدا لأن حصل إكسبوزيشن لفترة طويلة تقديم أحداث لفترة طويلة فترة مش قسيرة وفيها ريت كون كتير استمرارية أثر راجعي زي ما كنا بنقول المقابلة العربي اللي احنا فكرنا فيه شخصيات بترجع تاني شخصيات كانت المفروض تنتهي بنلاقلها طريق بنقدم شخصيات المفروض كانوا يتقدموا في الجزء الأول ولكن بنوعيد تقدمهم دلوقتي فيه استخدام للراوي لأن جيكسالي هو اللي بيحكي لنا الأحداث وده شيء أنا كنت مستغربه وما زلت مستغربه ده ما تحسنش لغاية نهاية الفيلم فده بيديني الانطباع اللي أنا قلته وأنا بقدم في البداية إن على ما يبدو قرار إن العالم دوت يتمدد ويصبح أجزاء ويصبح يونيفرس وأمور زي دي جي متأخر الجزء الأول كان مننا المفترض أن يكون البداية والنهاية المرادة لأ المرادة إحنا بنوعيد فرش أو بنوعيد فتح خطوط كان قد تم إنهاءها عشان نلاقي حدوطة أوسع وأكبر نبتدي منها العالم الجديد اللي حد نتكلم فيه فده في البداية مربك شوية مش أحسن حاجة في الدنيا بس بعد كده اتبان عليه كويس جدا الفصول تقدمت بشكل رائع جدا أنا ما عنديش أي اعتراض على أي فصل ما حسيتش بملل ما حسيتش بأي فجوات منطق رغم إن الفيلم زي ده تحس إنك منوم مغناطيسيا أنا ممكن أعدي منك 500 فجوة وإنت مش مركز معنا أصلا لإنك موهوم باللي إنت بتتفرج عليه على الشاشة بس الفيلم ما اعتمدش على ده وضح الدنيا بشكل كويس وشرح الدنيا بشكل كويس وربط الأطراف بشكل كويس رغم إن الشخصيات بتاعتنا كترت جدا ما بقيتش قليلة والنطاق بتاعنا جغرافيا ودراميا بقى أوسع بكتير ومش ده بس ده مهد بشكل واضح لحاجات كتير قوي ممكن يتم البناء عليها بعدين سواء في أجزاء تالية أو في عالم متكامل يونيفرس متكامل أو حتى سبينافس من الفيلم ده بس والنهاية بتاعته نهاية وافية وبتفتح الأبواب لحاجات تانية كتير ممكن تحصل في المستقبل البناء المرة دي معمول بشكل كويس قوي ولو تخطينا شوية التخبط اللي في البداية في طرح الأحداث هنلاقي إن القصة بتاعتنا قيمة على حالها وشغلة بشكل كويس قوي وفيها كتير قوي على مستوى الدراما لحظات كتير قوي خلت جذبت انفعل عاطفي واضح مع الأحداث وده يمكن يكون كان مفتقد في الجزء الأول تحزن بجد تتأثر بجد تتحك بجد قصة الجزء الأول هي اللي يصلح إن احنا نقول عليها الكلام اللي بيتقال على قصة الفيلم ده نمطية سهلة متوقعة بتمشي على نفس الخطوط اللي احنا شفناها قبل كده بس بتعتمد على الإبهار البصري يس المرة دي أنا ببقولش إن القصة بتاعته هي أعظم قصة في الدنيا إن احنا ما عندنا أمام دراما شكسبيرية بس ماشي ما كل الأفلام أو بلاش كل أغلب الأفلام لمن احنا بنكرمها جدا على مستوى القصة بالأخص أنا بخلق تشابهة أو بخلق مقارنة بشكل مباشر وأنا فرضها جدا مع بلانت أوف دي إيبس مع ثلاثية بلانت أوف دي إيبس الأخيرة التفاقف ده على إيه على مستوى القصة يمكن عشان مكتملة ماشي ممكن لكن مش شايف روق كبير جيمس كاميرون في الثري دي لا يعل عليه هو الوحيد اللي بيفضل فاكر إن هو بيشتغل ثري دي من بداية الفيلم لآخر الفيلم كتير قوي تخش أفلام ثري دي وخصوصا في أفلام مارفل تلاقيهم فاكرين ثري دي في أول عشر دقائق بس ساهم معرفش دخل عليك في الشاشة نار تحس إنها معرفش إيه أوه ثري دي فيستفل وبعدين ينساها جيمس كاميرون الوحيد اللي بيفضل فاكرها من أول لحظة لآخر لحظة فيلم طويل وده شيء أنا احترمته الفيلم مدته ثلاث ساعات واثناشر دقيقة تقريبا دخل على ثلاث ساعات وربع وعادة لما بيجوا يعملوا أفلام ملحمية زي دي بيقصدوا إن زمانها يسمح بأكبر عدد من الحفلات علشان حتة العائد المادي والكلام ده الراجل ماهتمش بدا قريتي أنا للنجاح التجاري بتاع الفيلم ده مش نجاح الفيلم ده نفسه هو الفكرة إعادة الناس لمقاعد السينما لمشاهدة عالم بندورة يستكفي بإن الفيلم ده يجيب تكاليفه زائد شوية يجيب تكاليفه بالماركتنج بمعرفش مين ويعمل ربحية بسيطة لكن فكرة إن هو يحطم الأرقام القياسية زي الفيلم الأول ما أعتقدش إن رهانهم عليه إنه يعمل ده الرهان حيبق على اللي جاي لإن الفيلم ده زي ما بقولك رجع الناس لكورسي يتفرجوا منه على عالم بندورة فلما أجيلك بالجزء اللي بعده كمان سنتين بعد ما الفيلم ده الوردوف ماث اللي أنا بقوم بمهمتي فيه دلوقتي ينشر الرسائل بتاعته أكتر وأكتر والناس تبقى مقبلة على إنها تشاهدوا خلي بالك في 2009 ما كانش عندنا عالم الستريمينج والكلام ده كله المراضي الوضع مختلف المشاهدات الرقمية طبيعتها مختلفة حيوصل بالفيلم ده الفين وحيخلق ترقب لأي درجة عشان الأجزاء اللي بعد كده هتصور إنه هو دره هون بص يا جماعة على مستوى التجربة البصرية لا الفيلم تخطى توقعتي وده موضوع صعب تخيله يعني أنا عمال أسمع قراءة من ساعة لما الفيلم نزل الفيلم تخطى توقعتنا الفيلم تفوق على الجزء الأول الفيلم بيعيد تعريف التفوق البصري بمستوى المؤثرات والخيال بتاع الصانع والأمور دي كلها انتوا عمالين تقولوا كده وأنا مش عارفة تخيله برضه لغاية لما دخلت الفيلم ولقيت إن انتوا عندكم حق الفيلم الأول أنا مش حمسة لحظة جيك صالي لما بينزل من الحاملة بتاعت الطيارات أو الواتيفر ده بالكرسي بتاعه وبيشوف الأفاترات المعمولة وبيشوف الروبوتس الكبيرة توصنف ضمن التوب تاني دي اللحظة اللي أنا تنحتي فيها أنا بتفرج على حاجة مخي ما كانش متوقع إنه ممكن يشوفها في يوم من الأيام هل في لحظة مماثلة لده في الفيلم ده صراحة آه بس مش في البداية لما رحنا لـ ساعتها شفت عدد من اللقطات مخي بعيد ترتيب خلايا عشان يترجم حاجة أنا بشوفها الأول مرة وما تخيلتش إنه ممكن أشوفها في يوم من الأيام بشكل عام كتير قوي من أوقات الفيلم أنا حسيت إنه أنا بتفرج على رندرينج يشبه الفيديو جيمز تحس إن الرندر بتاعه بتاع انجنز ليها دعوة بالفيديو جيمز حركة الشخصيات على المرتفعات فيديو جيمي تأثر الشخصيات بحركات بعض فيديو جيمي وعلى فكرة لما بنقول إن هي رايحة شوية أو شكلها شبه الفيديو جيمز ده مش معناها أنها وحشة ما الفيديو جيمز ديت على مستوى السي جي آي وعلى مستوى الجرافيكس فأحيان كتير قوي تبقى أحسن من الأفلام أصلا بس ده الطابع اللي انت بتحسه خصوصا وانت عندك القدرة على المقارنة لأن احنا في الأول بنبتدي مع النافي في أوماتيكايا اللي هي القبائل بتاعت الشجر وبتاعت الغبات وبتاعت الأمور دي مش هتحس إنك بتشوف على حاجة متشابهة وحتحس بإن في طبيعة سينمائية في الأول وفي طبيعة فيديو جيمية في الثاني ما تضيقش بس هي حاجة تلاحظها وانت بتتفرج يعني بس بعد ما رحنا للمية يا إلهي دي أول مرة في التاريخ يتعامل performance capture أو motion capture بتاعت إن الممثلين ينزلوا ويكابتشروا الحركة بتاعتهم في المية فعلا يعني إحنا هنكابتشر الموشن جوه المية وحنعرضها على إنها جوه المية بس كل المية اللي إحنا شوفناها هداية ولما تقروا تطلعوا أكتر على إزاي الكلام ده تعمل وإزاي الكلام ده تصور وإزاي الكلام ده تنور ماينفعش ما تسقفش ماينفعش ما ترجعش تاني تفتكر قيمة جيمس كاميرون وقيمة رؤية جيمس كاميرون خصوصا لما نعدي مع بعض بالخطوات بتاعت التطور بتاعت الفيلم بتاعت الفيلم الرجل ده كان عنده سكريبت ورماية لأنه ما قدمش اللي هو كان متخيل أنه يقدر يخدم من خلاله التعليق البصرية اللي هو عاوز يوصلها الموسيقى فيها شخصية في شوية نودز كده أنا فاكرهم كويس قوي من الجزء الأول بس الأغلب المطروح موجود لخدمة المشاهد اللي أنت بتتفرج عليها والتأثير العاطف تسمعها بشكل منفصل لا في حتة الأداءات كان واضح قوي في الفيلم بتاع 2009 وتسعة حتة التكنولوجيا بتاعت البرفورمانس كابتشر قبل ما جيمس كاميرون يبتدي يسوق لها عن طريق اللقاطات والبهايند السينز والحاجات ديات كلها المرة دي مش واضح انت مش هتحس بإن في ممثلين بيقدموا أداء استثنائي يعني من خلال الموشن كابتشر الموضوع أبسط من كده شويتين ده خلاني أوصل لإن احتمال إن الممثلين بتوع الفيلم كلهم يبقوا بس أصلا بس ده طالعا مش حقيقي فيه فيه performance capture فعلا البرفورمانس الوحيدة اللي ممكن أتوقف عندها شوية هي جاك تشامبيون اللي عمل دور سبايدر وهو أطول دور لشكل بشري داخل الفيلم وأداءه رائع أداءه ممتاز كيت وينسلت انتو قريته الموضوع ده ولا لا حطمت الرقم القياسي للممثلين تحت المية عدة السبع دقايق حطمت الرقم العالمي بتاع تون كروز في الفيلم ده كل ده وأنا في الأساس ما كونش عارف ان كيت وينسلت في الفيلم من أساسه خشوا الفيلم أنا بضم صوتي لكل الناس اللي بتقول الرجل علع على نفسه والراجل لسه بيراهن انه حيستمر في التعليق على نفسه وأنا بطلت أراهن ضد جيمس كاميران مش حراهن ضد جيمس كاميران خلاص هو لو قال حاجة أنا حصدقه هل أنا حسيت بملل في بعض الأوقات لا محسيتش بملل بس هقولك على حاجة في عنصر معين في المواجهات ما بين المعسكرين والمتناحرين اللي عندنا كانت مكررة شوية جوا أحداث الفيلم اللي هو كل مرة كل مرة كل مرة لا زهقت منك شويتين الملحمة العاطفية في التسلسل الأخير حسيت ان فيها حزق سيك غير كده لا ما عنديش وطبعا منفصل زي ما بقولك بتاع التقديم أنا دخلت الفيلم ده بدون أي حماس وأتصور أنها دي الحالة عند الجميع أنا دلوقتي أنا بقيت متحمس للجزء اللي جاي قبل ما أخش فقرة الحر عاوز أقول تقييمي للفيلم تقييمي للفيلم هو 8 من 10 القصة أحسن مما تصورت التجربة البصرية أحسن مما تصورت بكتير رغم أن يكونت متوقع ده فجوات اللي موجودة أو الأوقات اللي مش كويسة قوي في الفيلم اللي أنا مريت بيها لها مكافأتها ومكافأتها كاش وعدا ونقدا وضخمة وكبيرة وعملاقة وأنا زي ما بقول لكم كده تعلمت مراهنش ضد جيمس كاميرا الحاجة اللي كنت عايز أقول لكم عليها بديقتني بسبب تكرارها احتجاز العيال اخطف العيال اربط العيال فك العيال العيال في المية طلع العيال من المية اربط العيال فك العيال ارمي العيال في المية من أول الفيلم الأخر الفيلم عاملين نفك في العيال ونربط في العيال يعني كنت حسس إن احنا كنا محتاجين أداة درمية أخرى تشكل تهديد تشكل حاجة مش ممكن يعني دي كانت بيخة شويتين في البنت الصغيرة توك علقت على ده اللي هو مش كل شوية ربط دي إيش غلانا يعني كنتم متأكد إن في حد حيموت بس هل أنتو كلكم كنتم مترهنوا على نتيم أنا كنتم مترهن على توك أنا تخيلت إن الضحية توك مش نتيم هو إدى أسباب كتير تخليك حسس إن ساعات توك ساعات لوك ساعات نتيم وفي الآخر رسيت على نتيم بس كان فيه مقدمات لنتيم لأنه هو الوحيد اللي احتفل بمولده الفايت الفايت اللي بدأها بايا كان يا خبر أبيض على الجمال اللي هو الحوت اللي في المية ده لما قرر إنه هو يبدأ حر I loved it بكل تفاصيلها من أروع ما يمكن فصلت مني لما الكنين الكبار بتدوا يتخنقوا مع بعض ده لما جيك سالي وكوارتش بتدوا يضربوا في بعض هنا بقى بقت نمطية شوقتين لكن كل اللي قبلها من أروع ما يومك وده تقييم أكشن أكتر منه تقييم CGI على فكرة تصميم الأكشن من أروع ما يومك يا جماعة فيه تحول اللي حصل في الفيلم اللي هي الطريقة اللي اكتشفوا بيها مكانهم لما كان كوارتش عمال يدور عليهم ومش عارفهم ما فين الطريقة اللي اكتشفوا بيها مكانهم دي يا جماعة كانت ممكن تترمي أي رمية يعني فيلم بنتكلم على فيلم CGI فيلم ملحمي فيلم خيالي فيلم كلام زي ده أي كبري بفتلتين وعديني منديل دي وخلاص لكن هو لم أعملها عملها ازاي خلى البنت اللي هي كيري تتعرض لحاجة حيبني عليها بعد كده لأن دلوقتي نسبها بأعلامة استفهام كبيرة جدا تدخل في أزمة فبيضطر مضطرا جيكسالي يلجأ للبني أدمين اللي موجودين فلما جم رصدوهم فعرفوا من خلالهم وما كانوا موجودين فيه ناس تانية متفكرش في ده أنا آسف يعني مارفل وديسي في أغلب تحولاتهم ما بيفكروش في ده الجزء الأول كان صدمة كأنك أخذت صدمة كهرباء حاجة غريبة كده عليك بس أنك تعلي على بعض العناصر فيه وتجذب الناس بعد السنين جي كلها أعتقد أنه هو إنجاز مش قليل في النهاية أنا أتصور من تقييم الفيلمين لو حقيمهم وما تاخدش مني ده كتقييم من الجزء الأول بس أتصور أنه ما حيتساوي تمام خلاص مش